اللي نتكلم اليتامة يعني لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة مكاشك اللي يعني اللي عايش الضروف الصعبة والقاسية وتألم في صغري كما الرسول صلى الله عليه وسلم خرجة كاتب الدولة المكلف برياضة النخبة نوردين مرسلي اختلفت هذه المرة عن باقي خرجاتها الميدانية ففي ثالث يوم عيد استقبل بدفء الأطفال اليتامة المحرومين بمنظمة قرى الأطفال السواس الجزائر البطل الأولمبي الذي ورغم التباعد الاجتماعي المفروض بسبب الجائحة إلى أنه كان قريبهم قام اليوم الوزير المنتدب نوردين مرسلي في زيارة زيارة الأطفال تعقلية الأطفال السواس دراريو وشيء لدخل البهجة والفرحة على قلوب الأطفال تعول حنا في هذه المناسبات مهم جدا أن يكونوا بجنب هذه الأطفال لأن الأطفال هذا عندهم مستقبل إذا ما وجدوا الرعاية التامة البداية كانت بعرض شامل لأنشطة المنظمة التي تولي اهتماما واسعا بالأطفال المحرومين ترافقهم ترعاهم وتحتضنهم ولأن أبناء الجزائر يشرفون الراية أينما رحلوا وارتحلوا كان ولابد من لحظة يكرم فيها المجتهد أجواء خاصة حظي بها أبطال في مختلف مجالات الرياضة وهو الأمر الذي يعد محفزا لقرية قد تكون خزانا للجزائر هنا مواهب رياضية في القرية منهم في الجيدو منهم في الكيب بوكسينج منهم في العدو السريع التي تحصلوا على ميداليات على السعيد الوطني هذا بنا بإذن الله إن شاء الله يكون تعاون أكبر والتفاف للمسؤولين خرجة مختلفة هي من شأنها أن توثق الارتباط بين الشباب والرياضة وقطاعات أخرى من أجل جزائر بأبنائها الأبطال ترجمة نانسي قنقر